موتا موتا إسرائيل طريقة جديدة لشرعانة النهب المنظم الذي تمارسه مليشي الحوثي بحق اليمنين هذه المرة عبر محاولة الحوثيين تمرير إجراء تشريعيا يعرف باسم قانون الخمس الخبر أورده النائب البرلماني أحمد سيف حاشد في صفحته عن قيام الحوثيين بصنعاء بطرحي مشروع تعديل قانون الزكاة في مجلس النواب من أجل إقراره لفرض زكاة الخمس على اليمنين بصورة رسمية سينل الحوثيين بمجوه ما يعادل 20% من الإرادة والموارد الطبيعية 20% سذهب لصالح قيادات الميليشيا ورموزها باعتبارهم من آل البيت هذا إلى جانب ما تحصل عليه الميليشيا من موارد الدولة في الجمارك والضرائب والسوق السوداء وغيرها الكثير منذ إسقاط الدولة يقول متابعون إن مسعى الحوثي من خلال هذا القانون ليس إضفاء شرعية دينية وقانونية لاستنزاف موارد المواطنة فحسب بل وشرعنت الميليشيا لمعتقداتها ومذهبها عبر قواننا رسمية وتكريس البعد الطائفي لهذه الجماعة حيث اعتبر مشروع هذا القرار انكشافا للبعد الطائفي للجماعة التي بدأت تشرع وجهها الطائفي على مجتمع محكم بالحديد والنار موجة غضب وانتقادات حادة ظهرت لدى اليمنين في مواقع التواصل الاجتماعي جراء تغول ميليشيا الحوثي بنهب مقدرة المناطق الخاضعة لسيطرتها فيما بات دور البرلمان في منطقة سيطرة الانقلاب مجرد أداة لتمرير فساد الميليشيا وجرائمها بحق اليمنين ترجمة نانسي قنقر